مقر مجلس نواب العاصمة الإدارية الجديدة اللي بيعتبر بطل مشهد التنصيب اليوم هستعرض مع حضرتكم كل تفاصيل الخاصة به دخل مقر مجلس نواب العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة اليوم السلساء ويبدأ عمله بحدث سياسي بارز لا يتقرر إلى كل ست سنوات في سشهد تنصيب رئيس الجمهورية وقضى رئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام المجلس في جلسته الأولى المنعقدة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر الماضي بنسبة 89.6% طيب إيه هي أبرز المعلومات عن مقر المجلس بالعاصمة الإدارية في يومه الأول؟ في البداية خليني أقول حضرتكم أنه بتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 25.87 فدان أي ما يعادل نحو 109 ألف متر مربع وتبلغ إجمالي المساحة البنائية نحو 181.8 ألف متر مربع بنسبة بناء 12.9% وذلك من إجمالي المساحة كاملة قاعة الجلسة العامة لمجلس نواب العاصمة الإدارية دائرية على غرار القاعة الحالية للبرلمان تتكون من ثلاث طوابق الأول يتضمن المقاعد المخصصة لنواب والمنصة الرئيسية التي يجلس عليها رئيس البرلمان أما الطابقين الثاني والثالث إحدهما مخصص للمحررين البرلمانيين والإعلاميين والآخر للزيوف والشخصيات العامة وكبار زوار أيضا الحياب يتضمن المبنى الرئيسي قاع لرئيس الجمهورية ومكتب رئيس البرلمان مكتب الوزير المفوض وزير شؤون المجالس أنيابية ومكتبي وكلي المجلس وذلك بالإضافة إلى 30 قاع حصبية ومكاتب للبرلمانات الدولية بالإضافة إلى مطعم يسع 800 فرد ومطبخ مركزي ومطبعة ويسع المبنى لـ 3250 موظف أيضا الحياب جالت إنجينيرينج نيوز ريكارد الأمريكية المعروفة بـ ENR أكدت أن مصر تشهد طفرة إعمار ضخمة وذلك في القلب منها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وهو المشروع الذي يستهدف نقل مقر الحكومة إلى مباني عصرية حديثة وقالت المجلة إن البرلمان الجديد تطلب إنشاء أكثر من 16.5 مليون ساعة عمل والمبنى الرئيسي يتكون من دور بدروم، دور أرضي وتمن أدوار متكررة ومساحة الأرض 34 ألف متر مكعب والمساحة البنئية أكثر من 65 ألف متر مربع وتتكون من مبنى الخدمات الكهروميكانيكية بمسطح إجمالي 793.6 متر مربع مسجد يسع لعدد 250 مصلي، مركز طبي بمسطح عفواً إجمالي 1458 متر مربع أيضاً مبنى خدمات المجلس بمسطح إجمالي 1314 متر مربع أيضاً مبنى أمني بمسطح إجمالي 1240 متر مربع ومحطة إطفاء بمسطح إجمالي 885.3 متر مربع وجراجات على دوريمن مسطح إجمالي 65230 متر مربع ساعة 1500 سيارة أيضاً أصوار بطول 1400 متر وأيضاً 6 مداخل منهم 2 مدخل رئيسي وأربع مداخل فرعية أم القاعة الرئيسية لمبنى مجلس النواب 9000 عدو بالإضافة إلى مكاتب 3200 موظف بمساحة 3500 متر مربع وبارتفاع 65 متر والقبة السفلية بقطر 52 متر والقبة العلوية خرصانية بقطر 57 متر وتفتوي على حوالي 225 متر مكعب خرصانة يتميز المشروع بأن جميع فماتوا محلية الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريك والتكييف المركزية وقد تم الانتهاء من الهيكل الخرصانية للمبنى الرئيسية وجاري تشتيبه وتنهيزه على أعلى مستوى من المباني الفقومية الخديسة أيضا جديرة بذكر أن إجمالي كميات الخرصانة بالمشروع بلغت حوالي 160 ألف متر مكعب خرصانة وإجمالي كميات الحفر بالمشروع 320 ألف متر مكعب من ضمنها ما يقرب 160 ألف متر مكعب صخور بكده نكون استعرضنا مع حضرتكم كافة التفاصيل بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة كنت معكم أنا من ناحية وإلى اللقاء في تخطيات أخرى على مدار اليوم ترجمة نانسي قنقر